بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب بيع الأصول والثمار مثال ما يورد في هذا الباب النخلة تعتبر أصلا وتمرها ثمرا بيع الأصول قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه هذا الحديث في من باع النخل وليس الأرض فإذا باع نخلا بعد أن تلقح فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري الثمرة مع النخلة وهذا هو الأولى وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا كالتفاح والعنب لأنه يشبه النخل الملقح ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع بيع الثمار ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار أي تطيب للأكل ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أهل السنن فإن بيع الحب للعلف فلا يشترط أن يشتد وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم أن يدفع البائع كل الثمن للمشتري إلا إذا تهاون المشتري وفرط في أخذ الثمرة وقت الجذاذ فيؤاخذ بتهاونه ولا شيء له أما إذا بيعت الأرض وعليها أشجار إذا بيعت الأرض وفيها أشجار فإنها تكون تبعا للأرض فتكون للمشتري أو عليها زرع يجز مرارا الجزة الموجودة عند بيع الأرض تكون للبائع والأرض للمشتري فإن اشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له صح أو عليها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير فهو للبائع إلى حين حصاده فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر